صباح الخير صباح للنور كنتمنى تكونوا بأبسحة وسعادة حلقة اليوم سوف نشوف معكم المسمن أو الملوي اول مرة سوف نشوف معكم على القناة سوف ندروا معكم بثلاثة طرق وكل مرة سوف نوريكم نتيجة هذه الطريقة هكذا تقارنوا بغيتوا تغيروا مرة مرة غيروا او تختاروا الحاجة اللي عجبتكم سوف نبدو هنا بالطريقة عندي 470 ميلي لتر او قرام من الماء الماء العادي من الروبيني 470 ميلي لتر هي تقريبا ثلاثة كؤوس عنباء غير مملوئين من بعد نضيف هنا 200 جرام من الفينو ليس السميد الرقيق اللي ارق منه رمكتوب عليه الفينو راها كل شي عارفه فاستعملت منه 200 جرام اللي هي كأس عنباء وكأس عنباء الى ربع سوف نخلط هذه المكونات نغطيهم نخليهم تقريبا خمسة عشر دقيقة ومن بعد نرجع هنا من بعد ما رجعت تشوفوا شخص شرب ديال الماء انا رحطت هنا تقريبا ثلاثين الكمية ديال الماء وشوف كيف شربها كاملة هالطريقة اعطيكم عجينة رطباء لانني كنعرف السوائل اللي غادي نحتاجهم مش حسن عجل العجينة كتبالي رطباء ولكن مني كنخليها ترتاح كتبدأ كتقصاح فهالطريقة هدي هي احسن طريقة انا طريقتي الخاصة دائما كنستعملها فمن بعد ما خلط مع الماء اللي بقالية نضيف هنا ملعقة صغيرة ممسوحة من السكر نضيف الملح الكافي ثلاثة ملاعق كبيرة من الزيت النباتية ونضيف هنا كيز من الخميرة الكيموية او خميرة الحالوية اللي هي البيكن باودر نخلط المكونات كلهم مع بعضياتهم حتى نشوف انهم نساجموا هذا نضيف من بعد الدقيق الابيض بالنسبة لكمية الدقيق اللي استعملت فاستعملت 500 جرام اللي هي نصف كيلو او خمسة كؤوس عنباء ولكن يكونوا ممسوحين بسكين يكونوا هكذا مقبابين او شي حاجة كنا نعمرهم وممسوحهم بسكين صافي كان عجل العجينة ديالي كيف ما كتشوفوا حتى كتولي بهذا القوام هذا العجينة ضروري كتكون رطبة ما كتكونش قاسحة شوفوا كيفاش القوام ديالها الكأس العنب اللي استعملت انا نرى اللي فيه مئة وسبعون ميلي لتر غير باش تعرفوا صافي خلطت المكونات كاملين بالنسبة لي انا هزات لي 470 ميلي لتر تقدر تزليكم شوية اقل او شوية اكتر المهم نصف كأس كيف ما قلت لكم تبقوا تضيفوه في الخرب شوية بشوية صافي هنا يا العجينة ديالي راها واجدة غادي ناخد كندهني يدي غير بشوية ديال زيت باش مني نقطع هاد الكورات هادو ما نتقاش تلسقي العجينة في ديالي انا العجينة شوية كتلسق مش كتلسق كاملة غير شوية صافي هنا غادي نكورهم غير وغالبا لو ملوي انا بالنسبة لي لا يوجد صغير لان التوريق مني يكون في ملويات صغير يجي شوية مدكس فنفضل بحركة تقطعه تقريبا على 11 اشرة ديال الكورة ترى تعتبر مناسبة من بعد ما نكمل ناخد كلها وحيدة ونديلها الطريقة هذه لكي سأعطيني واحد الكورة اللي متجنسة ويكونت السطح ديالها املس من الفوق سوف نجيب واحد الصينياء اللي كنكون اكيد دهنتها بشوية ديال زيت ومن بعد هنا كلها كورة كانت هنا بالزيت كانت هنا من الفوق من تحت كلها كورها بالزيت بالنسبة للعجينة را اكيد انا نعجنها بيدينا لما عندنا لغوبة اللي بغاية اجنها بتغموميكس فا لا تهشد الكيمية كاملة تخلطوا المكونات كاملين مع بعضياتهم تقسموهم الى نصفين وكل نصف تعجنوه في العجانة وحتى ثلاثة دقائق تقريبا ومن بعد كتجمعوا النصفين مع بعضياتهم كي يجنسوا لكم مكونات كاملين وهنا من بعد ما اضطيتهم نقرسهم بغيش شوية كي يزيدوا ويتلقوا ويزيدوا ويرتاحوا غير مني نقرسهم شوية كي نبعدهم على بعضياتهم كي يترخوا وما يتلاسقوش ليا وصافي هنا من بعد غدين نغلف مزيان بالفيلم عالي مانطيق بيحلة كنخنقهم هذي كلها تزيد انها ترتبهم كديد ان تخلوهم يتلقوا ليا ضغير ضغير هنا صافي من بعد ما ارتاحوا سوف نقرركم كيفية نتلقوه انا كل حاجة سوف نقرركم منها غير مرة واحدة ومن بعد نقرركم الاختلاف في الطرق كناخد هنا العجينة شوفوا مني نرتاح حيث لا تترخيش كثير من القياس هنا سوف تعرفوا العجينة لكم وش هي هذيك كتاخذوا شوية الزيت العجينة كلها سوف نتلقها بالزيت حيث من بعد سوف نزيد الزبدة اللي تكون بوماد نصف الكمية نضوبها ونخلطها مع نصف الكمية اللي يكون بدرجة حرارة الغرفة ونحرركم مع بعضياتهم يعطيني واحد الزبدة اللي بحلها كخيم اللي كان قدرنا ايطالها كجينة سهلة من بعد مني كان حط هذيك الكويرة كان بقى كنطلق ويدي مرخيين ما بقاش نتعصب معاها غير يدي مرخيين وانا كنتلقها ويكا تطلق وكل مما رتحت في الاول كل مما ريحاتني الجواني بدائما ما كننساهمش واحد الحاجة مهمة بالنسبة للملوي فمن تيريش العبات لا نأخذ العبات تنهزها وبقى كنترى فيها انا سوف نوريها لكم في اخر طريقة لانا احنا نبقى كنطلقها فيه فمن يقدروا هذه الطريقة تكونوا رققتوه كثير من القياس فمن بعد ما كنتلوي وهو تقرسوه هذو الطبقات يرققوا ويرققوا حتى يتلاصقوا مع بعضياتهم ويعطوكم نتيجة عكسية فهنا كيفما تشوفوا وراها تنرقوا جيدا وشوفوا مني نهز كيفية العجينة دايرا رقيقة بزاف ولكن ماشي نهزه ونبقى نتيري فيه من بعد ما تشوفوا معي في الطريقة الثالثة هذيك سوف نتيريها نأخذ هذه الزبدة دائما نفرق بالزبدة ونفرق بشوية الفينو ونهزي الفوق كي ننزل بحل الشتاء لا نبقى فرتد فيه وذلك الكوتا اللي جيوني فيه ننزل بحل الشتاء oui وننزل بحل الشتاء وننزل بحل الشتاء اختار ما تشوف خلال ثانيات يكونه شبير كبير واخر حاجة نجمعه في الجنبات احاول ان نبسطها ونقلبها ونقادو من بعد ما اكملي انا والملوي نحن أجدته يرتاح في طلاجة ومدة ساعة كانت تكلم أحسن نتيجة اتي جيوات بحل الشتاء يجب أن يكون مورق ومن يجب أن ترسونها كيف ترسونها تتوزع هذه الزبدة يما نورق بالزبدة نوازية مع قليل زيت يما نورق بالزبدة التي تكون بومادة يجب أن يكون هناك جزوينة وهنا نسخل المقلة ومن بعد نضعها سوف ننزل النار لا نجعلها نرى كيف ينفخ من بعد هنا سوف نقلبه ونقلبه ونقلبه نجعلها تحمر ونقلبه مره ونقلبه 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 اذا كان ما ننفخ ما يعني ترسل من الداخل ما يعني ترسل لديكم قاسحة كان يجب أن تقلبه ونقلبه ونقلبه ونضوره هنا نقول لكم كل شيئ لأن الطريقة يتفجرها لم يكن نعوده معكم في كل مرة مع المهم يجب أن نعطيها الوقت الكافي ليس هناك من المولد هذه النتيجة كما تتوفرواها الطريقة الأولى اللي اشفت معكم كي يأتي كل ما يورق بالذلك والطريقة يوجد حل للك الورقة البسطيلة الطريقة الثانية هي كانت نهاية ثانية أولى في الأول غيك بالربيات لكم تبحت الطريقة الأولى و كانت تبقى أختلفة ثانية ثانية دائما كان نفرق بالزبدة بوماد أو نوازيت و من بعد كان نزيد بعض الفينو. هنا رغبت بعض الزبدة و ما هو الفرق بين الطريقة الأولى هو أنتني ننطني ثانية أخرى كان بسط و كان قد و نتنى واحد ثانية اخرى مني كانت نتنى هذه الثانية الاخرى فضروري انني نجدهم على شكل دي بوند كيرتاحوا قبل ما نلويهم ضروري هالطريقة هذي تخليهم كيرتاحوا إلا كي يجيهم دكسين. سنضعهم بحلقة ذا في التلاجة حتى يرتاحوا واحد المدة النسب ساعة تقريبا. سنرجع لهم باش نوريكم كيفاش نكملوهم هنا صافي انا خرجتها من التلاجة. المهم انتم ما كتدلوا الكيمية كاملة انا حتى بغيت نوريكم الكثير من الاشكال مني نخرجها بحلقة ذا. من التلاجة نحاول انني نعطيها هذه المرة العرض. نعرض هذه الكلابوند خاصني نعرضها كما تروني عندي انتم ما تروني نتيجة. هذه كلابوند شكالي الرزيزة. نبقى نعرض في هذه الكلابوند و ننقادها بحلقة ذا. من بعد ضروري انني نضيف زبدة بوماد من الفوق و زبدة و زبدة الفينو. غير الفينو لا تكتروا كثير من القياس و لكن لا تكون مقبولة. نضيف بعض الزيت ما بين هذه الطبقات لانني نحتاجها لتورقوا و يجبوني بشكل رزيزة. و من بعد نضيف الفينو و نبدأ نضيف و لكن لا نضيف شيء نهائيا. نضيف على شكل رغيفة. بحالة رغيفة تبقى ستة سنتيمتر تقريبا في هذا العرض و انتم ستجي خاوية من الداخل لا تجيش معجنة. و نعرض و اذا شفت انها بدأت تتقلص نعود نعرضها. سوف نجمع جنيبات و نقادها و نجعلها حتى هي ترتاح. هذه تحتاج مدة راحة كثير من الأولى نطيبها بنفس الطريقة و هنا نوريكم الناتجة. شفتوا كيف تجي هذه الفرق ما بينها و ما بين الأولى ان هذه تجي بحالة شكل رزيزة تجي انتم مملكة تحلوها و شوفوا كيف يجد كلها بحالة شكل خلال الخيوط هنا بالنسبة للطريقة الثالثة نطلق بنفس الطريقة غير هنا تجري هذه كلابات. كيف لا ترون الطريقة التي قلت لكم لا تجعلها نهائيا في الملوية غير في الملوية ولكن بشكل الفطر الميشال تيت. هم يجعلها الطريقة هذه. نأخذ بحالة كده. نهزل العجينة ديالي. و نبدأ ندخلها و نجبدها. نجبدها من نواحي كاملين. حتى تقول لي عندي بحالة كده تقول لي رقيقة كثير من القياس. طريقة التي أول مرة و قلت تشوفها كيف يدعوها حتى أتراك حتى المصريين هي أنهم يشدوا هذه الخيط اللي في الجنب. اللي وخات عيوما ترقوه ما يمكنش يبقى بحال الوسط. و يبقوا يجروا. همني تجروا هنا تجرب بحديته. كيفما تشوفوا. تجرب بحديته. و تقول عندي غير هذه الورقة اللي في الوسط. تخيلوا معي كيف تجي من الداخل. أنا كنزول هذا الجناب كاملين. وهنا كنزول دهن بالزبداء بوماد. كما أخبرت لكم تقدروا تجربوا البغنوازات حتى وكي جزوين. غير بحديته او تخلطوه مع الزيت. و كناخد هنا شوية دي الفينو. نفس الحاجة كنحاول نزيد دي الفوق. و نرش رشة لي ما تكونش كثيرة. أو نفرتتي الدية. غادي نطوي كيف ما كتشوفوا معايا. في الأول كيبان طريقة نفسها غيحنا كيكونوا تغيرات. كنطوي على الجهة الأخرى. دائما كنفرق كنقادهم بعدها. كنفرق دائما بالزبداء و بالفينو. و شوية دي الزيت دائما كندهن به دياحة و كيفرق. و كيرطبهم. لان الزبدة كتعطي الفيتار. و الزيت كيزيد كيورقهم. دائما كنرشيشة دي الزيت خفيفة. و كنطوي بحالة كده على شكل رغيفة. تقدر طوي على ثلاثة او على اربعة. هناك ما كتشوفوا كتتعطيكم بحالة شكل رغيفة. في الفتر ميشيل تيسكي يجمعون لها جنيبة بشكل كموسة من الداخل او شرزيمة. بالنسبة لي كتشوفوا مع جنفة. كنطوي على قنيتاتها بحالة كده بحالة شكل دائري. نحاول نعطيها شوية شكل دائري. و هي منها سترتاح في الثلاجة. كنقدر نقادها كما بغيت. ادخلوا لي و دي لها ملو رغيفة. و كنطوي على شكل الملوي. فنقادها بحالة كده. كنطوي على شكل دائري. فنقادها بحالة شكل ملوية. والذي داقها عندكم لا يفهم شكل خففة اللي فيها. كتبان بحالة ملوية و لكن خفيفة أكثر من القياس. شوفوا غير طياب دائري. شوفوا كيف تنفخ. ليس بحالة أخرين. و لكن هذه ستنفخ بحالة شكل دائري. و أنا لا بيناش مزيان في التصوير. أو في الزاوية دائري. لا أعطيش حقا. سوف نقادر لها بحالة كده. سوف أتبليكم بحالة خفيفة. أنا بالنسبة لي هذه المفضلة عندي. كتباني بزاف مع شوية العسل مع الصباح. كتباني غزالة بزاف. و شوفوا التوريق دائري كيف يأتي. لم يأتي لها مجموعة أعلى. لم يأتي لها حاجة كتباني في خوزوينة. فكنتمنى أن هذا النص إحلاتكم اليوم. وهذه الاقتراحات يكونوا أعجبوكم. بالنسبة لي مني توجدوا عشرة دائري الحبات. ديروا ثلاثة من كل حاجة. ما ما يشد لكم أربعة أمه. شيء خطأت في الحساب. أعجباتكم ديروا منها أربعة و ديروا ثلاثة ثلاثة. و في الأخير ديروا ديجوستاسيون و دوقوهم. و اللي أعجباتكم هي اللي بقوا تصيبوها. و كنتمنى نشوفكم بخير و على خير. في الحلقة المقبلة إن شاء الله. إذا عندكم أي طلبات تكتبوها لي في التعاليق.